مرحبا بكم حرائدين النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيها عن اهم نصايح وتحذيرات وتوقعات لبرج العرب العاطفية وانت طبعا برج العرب تحبوا العاطفة جدا لشهر ابريل 2021 كالعادة بليز متنسوش تابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام وعلى فيسبوك تقولوا يتفرج عليهم فين انتو برج ايه والناس اللي بتتجسس على برج العرب قولولي انتو برج ايه طيب برج العرب الفترة دي شوية انت مضغوط نفسين عندك شوية ضغوطات مهنية في العمل او نفسين وعائلين كمان يعني الفترة دي عندك استرس مش عندك مشاكل بس في ضغوطات في عقبات في ضغط عليك خاصة في العمل عندك ضغط في العمل قوي جدا بس الضغط ده يؤدي بيك لحتة احسن يعني عندك تقدم عندك حاجة كويسة افضل برج العرب كمان عندك قدرة رهيبة على ان انت تبتكر يعني بتحاول تحل المشاكل بتحاول تخرج من الازمات بطريقة كرياتف ودي حاجة كويسة جدا جدا عندك مشاكل مع اصدقائك او مشاكل في العيلة بتحاول تحلها شايفك حمامة السلام في العيلة يعني الناس متخنق مع بعضها مشاكل الناس ما بتكلمش مع بعض في العيلة او في الاصدقاء وانت بتحاول تحل المشاكل دي كمان يا برج العرب صحيا ممكن يكون عندك شوية قلق او مشاكل او يعني صحتك مش احسن حاجة في الدنيا عشان كده حاول تخلي بالك من صحتك عندك اجهاد ارهاق شوية تعب تعب صحيا حاول تاخد بالك من نقط دي يا برج العرب عشان الدنيا تزبط معاك يعني شوية تعب بس مش تعب كبير يعني ممكن تضطر لزيارة طبيب او يعني عندك فخوصات تعمل تحاليل بس ان شاء الله النتيجة هتكون خير ونتيجة هتكون كويسة فلا تقلق خالص يا برج العقرب طيب طيب برج العرب شوية مشاكل عقلية دي محتاج ان انت تتعامل معاها بهدوء وبحكمة علشان المشاكل متكبرش يعني حاول ان انت تتكلم مع العيلة او مع اهلك او مع اصدقائك بلاش توطر بلاش عصبية يا برج العقرب وبلاش غموض لان الناس كتير قويها ممكن تشتكي ان انت غمض ان انت شخص مش مفهوم بالنسبة له حالة اول تقلل شوية حتة الغموض يا برج العرب طيب برج العرب كمان عندك عندك تطورات في حياتك المهنية ممكن يبقى عندك شغل زيادة او مسئولات زيادة تتحط عليك ناس تانية تطلب منك مسئوليات ناس تانية تطلب منك عمل زيادة مشاوير زيادة شغل مسافات كتير يعني ممكن تطلب منك انت تتنقل في مشاوير او اماكن بعيدة يا برج العرب بس انا شايفك بتعمل كده باشن انت شخص يعتمد عليك يا برج العرب وبتحمل المسئولية مهما ان كانت الضغوطات انا شايفك متحمل المسئولية وبتقوم وبتعافر ودي حاجة كويسة جدا جدا فيك يا برج العرب طيب برج العرب كمان عندك استثمار كده في علاقاتك مع الناس عندك طاقة ايجابية عندك طاقة كده مليانة حب يعني انت بتدارع الحب او نفسك تحب نفسك تعيش قصة حب الفترة الجاية دي طيب مين الشخص القادم في حياة برج العرب من هو الشخص القادم في حياة برج العرب شايفه عندك شخص من برج مائي او برج هوائي هيقترب منك في المرحلة الجاية ممكن يكون شخص جديد على فكرة او رجوع من شخص قديم فبس الشخص الجديد ده هقولكو صفاته لانه هو في صفات حلوقاوية اولا شخص يعتمد عليه بتحمل مسئولية شخصية جذابة مرح جدا جدا محبوب ممكن يكون ضوضة عنده وضع اجتماعي معروف مشهور عنده محبوب يعني هو شخص اجتماعي محبوب من الناس اللي حواليه الناس اللي حواليه بتحبه عنده قدرة على التحور بيعرف يتحور بيعرف يتكلم بيعرف متحدث لبق جدا جدا ده مخفيف بس هو متحفز وضقيق جدا جدا بيحب كده كل حاجة perfectionist يعني الشخص ده غامض جدا جدا زيك علشان كده انا قلت انه ممكن يكون برج السرطان برج الحوت وبرج العقرب زيك او برج هوائي دل وجوزاء وميزان الشخص ده هيقترب منك شيئا فشيئا بس هيدخل حياتك وانت حياتك متشقلبة يعني ممكن يكون زي ما قلت عندك ضغوطات عندك مشاكل عندك بس هو هشوف فيك الجنب المشبين هو شخص ذكي جدا زكي عنده ذكاء اجتماع عنده فطنة اجتماعية فهيشوف ان انت مرحة هشوف ان دمك خفيف هشوف ان انت شخص يعتمد عليه شخص طموف شخص ايجابي جدا جدا رائع هو شايفك سكسي اوي جذاب هو هيعجب بك جدا جدا من اللقاء الاول وهبقى عايز يرتبط بك او عايز يقرب منك وعايز العلاقة تتطور الشخص ده هيبقى معجب بك مبهور بك عايز يقرب منك باي شكل عايز يجذبك عايزك تحبه يعني هو هيبقى عايز حب يعني طيب الشخص ده عنده هو بيحب الصفر بيحب الانتقالات ممكن يكون بيسافر كتير بنتنقل شغله فيه صفر بيتنقل من بلد لبلد ممكن يكون بيشتغل طيارة على فكرة او بيشتغل شغلين فيها صفر كتير جدا متنقل من بلد لبلد هو مش مستقرب بلد واحدة الشخص ده عنده حساسات ساقوية وشايف ان انت كمان عندك احساس قوي حساس ساقوية وانت فعلا كده برج العرب شخص جدع هو هيبقى معجب قوي بك معجب قوي بصفاتك معجب قوي بامكانياتك معجب جدا معجب جدا بطريقتك هو عايز يدخل حياتك هو داخل حياتك هو موسوط عايز يدخل حياتك عايز يبقى قريب منك عايز يبقى حاجة مهمة بحياتك على فكرة طيب هو عايز كمان ياخد ناكستاب في العلاقة بس مطلوب منك ان انت ما تندفعش بعواطفك لان انت رومانسي جدا جدا يا برج العرب عايزك تهدى كده في عواطفك وتاخد دخول العلاقة دي خطوة بخطوة يعني تحذير عدم الاندفاع وما تتهورش في دخول العلاقة وما تجريش بسرعة يا برج العرب لان انت لما تتكب كده في عاطفين بتقع على دبديبك وبتقع على ششتك فحاول ان انت تقلل شوية امبهارك بالشخص ده حاول تقلل حاول تقلل امبهارك حاول تقلل حاول تقلل يعني ما تجريش في العلاقة خدها خطوة خطوة وستاب باي ستاب وتقللها وصل استخارها يعني لانها ممكن تكون محتار وكيف حاول ان انت تاخد كل الاجراءات البطيئة كده عشان تتأكد ان هو ده الشخص المناسب في الدخول في العلاقة بس هم عجب بيك جدا وعايز العلاقة تمشي في مصار ايجابي او مصار ارتباط رسمي انا شايفة ان هو يعني انت اللي هيكون متردد وهو شايفك حزين جدا يعني هو شايفك ان انت هو دخل حياتك في وقت مثلا انت كنت فيه حزين بتوكر كتير جدا عندك مشاكل بس هو عايز يكتشفك عايز عايز تتعرفه على بعض عايز تتعرفه من بعض عايز تتكتشفه بعض اكتشفه فانا شايفة ان فيه قرارات في العلاقة دي فيه قرارات بخطوة اخرى يعني بس شخصة عايز حب عايز مشاعر عايز ارتباط عايز تعرفه بعض اكتر هو شخص رومانسي على فكرة هو رومانسي زيك عشان كده برجح ان الشخص ده برج زيك يعني بس نصيحتي ليكو يا برج العزراء بلاش تتسرع بلاش تجري في العلاقة بلاش تدخل للعلاقة وانت متهور اتقدم خطوة خطوة قرب بعقل كده وبمخ يعني بخطوات ثبتة وجريئة بلاش تكون هو شافك غامض انت شخص غامض اصلا يا برج العرب بس هو كمان غامض فبلاش تفتح ورقك مرة واحدة لأ ادخل بتقولك كده خليك تقيل يا برج العرب في العلاقة دي بس انا شايفة العلاقة دي فيها opportunity كويسة جدا جدا وفيها فرصة للحب والارتباط العاطفي نصيحة اخرى يا برج العرب شايفة ان انت بتي يعني فيه شخص انت بتظلمه على حساب شخص يعني انت مثلا فيه شخص قريب منك فيه شخص انت جاي عليه والشخص ده حاسس ان انت مش مهتم بي او ان هو يعني ممكن يكون صديق على فكرة او حد من قريبك او حد انت كنت مرتبط بي بس الشخص ده حاسك مش مهتم بيه زي الاول الشخص ده من برج ترابي يعني الجادي عزراء وتور الشخص ده انت كنت بتهتم بيه كنت بتقرب منه بس فاجأة كده قررت ان انت مش بقتش مهتم بيه زي زمان والحكاية دي مدايقاء قوي قوي قولولي يا برج العرب القراءة دي بتتفق معاكو ولا لأ قولولي بتتفرج علي من فين وانت برج ايه كمان قولولي هل فعلا فيه شخص انت بتقرب منه وعندك ضغوطات مادية وضغوطات مهنية الفترة دي ولا لأ وعندك شوية قلق في حياتك وانت حزين او مضغوط جدا هل انت فعلا مضغوط جدا يا برج العرب ولا لأ بشكركم بحبوكو جدا جدا اعملوا شعر كتير كتير خلي بالكم من صحتكم يا برج العرب لان ممكن يكون عندك زيارة لطبيب الفترة الجاية فانتبه جدا جدا من صحتك بحبوكو باي باي مع السلامة